مرحبا بكم وغامشوا مباشرة سننرحبوا بالأساد محمد أحليمي أخي السائف التغديجة صبح صحة وسلامة أساد ومرحبا بك شكرا لك أختي سوكينا تحية لك وتحية الفرق العمل تحية من السامعين الكرام وصبح صحة وسلامة الجميع إن شاء الله أحول طيب على خير بارطلا وفيك شكرا مرحبا إذا اليوم إحنا في عطلة أكيد فحديتنا غيكون مع الوليدات ما عفش نموجد لهم الأساد محمد أحليمي ولكن حديثنا معهم تنعفوا بين العطلة السيف الوليدات ديالنا كي تغير بلوتون نظام الغذائي ديالهم كي تغير الاحترام ديال الأوقات ديال التغذية كي يولي الجرين يوطاش بزاف كي يوليوا كل ساعة غادين حلين تلاجة ورجعين كي لوا بزاف ديال الحويجات اللي كي تغيروا في العادة الغذائية إذن غتكون فرصة اليوم باش نتكلموا معهم باش يتهلوا في طرحة ديالهم ويدوزوا العطلة زوينة ويبدأوا العام إن شاء الله في لابون فوم إن شاء الله أكيد فعلا اختصوك هنا أولا كنحي كل أطفال العالم اللي راهم كي تصنطون لدابة فصراحة كانت عند واحد الأمس بالأمس كانت واحد الجلسة مع أحد الأصدقاء وسبحان الله أنا مشي أول مرة يعني هي عادة وبرمسحة وسلامة والحمد لله ميد راديو قدرت أنها توصل للقلوب كل الشرائح المجتمع ومن أهم الشريحة ماشي يعني هذه مهمة جدا هي شريحة الأطفال وبالمناسبة نبغي نذكر المستمعين والمستمعات ديال ميد راديو أننا عدنا مستمعين ومستمعات صغار عدنا مستمعين ومستمعات أطفال ربما خلال الأيام الدراسية كتكون فرص يعني بعض المرات مايه الأباء الحمد لله يتكفلون ويتكلفون بإيصال المعلومة دابا لا دابا كنا فرصة أن الأطفال كيسمعونا مباشرة وراهم كيسمعونا الآن وبالتالي أولا كنحيي الأطفال الصغار كامين كنحييكم وكنحيي الأباء ديالكم والأمهات ديالكم وكنشكركم بزاف علاش لأنكم كتمثلوا واحد يعني مستمعين ومستمعات أوفية الميد راديو وكل برامج ديال الميد راديو وبرنامج الصحة والسلامة بالخصوص فشكرا لكم الأطفال لأنكم انتوما انتوما الجيل ديالغدة إلا كنحنا اليوم كانت تعبوا وكانديروا بزاف ديالأمور فمن أجلكم انتوما إلا كان شي واحد كيبغيك في هذا العالم هي مامك وبابك الأب ديالك والأم ديالك وبالتالي لقيت لك شي ناصيحة ولقل لك الأب ديالك شي ناصيحة فهي حبا فيك باشي باشي حرمك من واحد الحاجة ولا يحيد لك واحد الحاجة بالعكس بقدر ما الأطفال كي عرفوا هذه المسألة أطفال كي عرفوا أن الأباء ديالهم ميكي يشوفوا وحنايا يعني أنا كانت تكلم كوني يعني مختص في التغذية وكوني أب وبالتالي لوليدات أي واحد كيبغي وليداتو يكونوا مزياني إذا أنتم كأطفال إلا جات ماماك وعطاتك واحد ناصيحة ولجا باباك وعطاتك واحد ناصيحة وإلا قل لك خد هذا الغداء إلا ورا كيف كرفك إلا قل لك ما تاخدش هذا الغداء إلا ورا كيف كرفك وإحنا برنامج الصحة والسلام إن شاء الله ستكون لنا مواكبة مكتفة إن شاء الله طيلة العديد من الحلقات اللي ما زالا وإن شاء الله في الموسم الدراسي المقبل من أجل أنكم تكونوا صحة جيدة إلا إحنا صراحة لما كي مرضو الأطفال في المنزل كلنا كنمرضو ولما كنشوفوا ذلك النشاط والحيوية فكتشوف الحياة تقدم عينك وبالتالي الأطفال هي تجليت للفطرة ديال الإنسان إذن إخواني أخواتي للأطفال فكنتمنى لكم إن شاء الله يعني رأى بدات السنة الهجرية الجديدة تمنى لكم إن شاء الله صحة والسلامة رأكم عطلة إن شاء الله ستمتعوا بالعطلة ديالكم مع باباكم مع ماماكم صيروا للبديا صيروا البلسة فيها حيوانات صيروا البلسة يعني صيروا البحر صيروا يعني فيما بغيتوا تبشي كتولي حرية ديال الأطفال لكن الرسالة اللي بغيت نوجه لكم اليوم وأن الصحيحة ديالكم بيها باش غا تمشيوا بيها باش غا تقرأوا نهار اللي كي يصبح الطيفل كي يصبح مريض رأى ما كيمشيش للمدرسة أكعو تاني فالصحيحة ديالكم مهمة جدا هدك شي هليش ووزعمه في غيمة والله لنا أفتخر أولا لا في المحاضرات ولا في المحاضرات الخاصة مع الطلبة والطالبات والتلاميذ والتلميذات والأطفال دائما كيكون واحد الانتباه وكاللاحظ واحد الانتباه عند الأطفال وبالتالي هذا الانتباه هذا نستغله في صالحنا إيجابيا فالأطفال كي تجمعوا بعضياتهم كي أطروا على بعضياتهم نبغي ويكون تأثير إيجابي يعني مفعول الجماعة يكون تأثير إيجابي يعني الطفل ما يكيشوف أطفال كيديرو شي حاجة تاوك يبغي يديرها وبالتالي أنا كان يعني تلاقيت أطفال اللي هما متبعين برنامس حسلامة تلاقيت آباء اللي ولداتهم متبعين برنامس حسلامة واللي كيعودوا لنبعط القصص على الأطفال يعني هاي الطفل اللي بارح يعني قال لك الأب ديالو كيقول لي عنده شخصية غدائية شنو معنات الشخصية ماناتك يفرض لوجود ديالو إذا مشا مثلا عندش واحد ما عجبته شي حاجة غايقون ما عجبتليش أنا الطفل هذا بالنسبة لي هو الجيل ديال المستقبل وهو العقلية اللي خصت تكون في المستقبل أطفال ما خصت تكون عندهم شخصية ضعيفة أطفال خصت تكون عندهم شخصية قوية خاصة أنه أن بعد السياسات في العالم لأن دبا تستهدف الأطفال من حيث الجانب السلبي لماذا لا نستهدف إحنا الأطفال من حيث الجانب الإيجابي وبالتالي برنامج الصحة والسلامة ما كيتمنى إلا تكون صحة والسلامة لهذه الوليدات هادوما لأنكم انتوما أطفال غداحنا ما غنكونوا إلا كنا من أهل الدنيا إلا ما غنكونوا كبارين انتوما اللي غتكونوا في السن هذا اللي غاديت تخدموا الوطن ديالنا كل واحد المهنة ديالو كل واحد شنو غايدير كل واحد غايحقق الأحلام ديالو وما يمكن لك ش أنتك الطيف لتحقق الأحلام ديالك اللي ما كنتش صحتك مزيانة لك شعلا شمي غا تجي بابك يجي بابك ولا تجي ماماك وتقول لك لا أخذ هاد الوجبة أخذك تأخذها لكن أنا اللي كان طالب الآباء وهذا حق الأطفال أطفال حقهم حقهم أنهم يأخذوا شي حاجة بنينة على الأطفال وكان بقى دائما في صف الأطفال أن الطفل من حقه يأخذ شي حاجة بنينة إلا كان كيمشي يشري مواد مصنعة إلا كان كيمشي يشري مشروبات من بره حيث كيزيدوا له فيها وهذك المشروبات اللي كيزيدوا كيزيدوا له فيها محسينات ديال المضاق محليات فإحنا كذلك خاصنا نجتهدو وسط المنزل وكان حي كل الأباء وكل الأمهات اللي قاموا بجسهادات رائعة جدا واللي قاموا بأشياء رائعة جدا من قبيل تحضير العديد من الوجبات اللي فيها جسهاد كبير لا منحيت المجهود ولا منحيت المضاق ولا منحيت المعيار الصحي ديال هذك شي اللي كتعطيو لوليداتكم فهذا شي جميل جدا أننا نشوف ذك التفاهم هذا التناسق وأول نجاح لك يكون مع الأباء والأباء مع وليداتهم هو النجاح ديال الخبز الخميرة البلدية ونبغي نقول لأنا الأطفال نبغي نوصل لهم أحد الرسالة أن الخبز بالخميرة البلدية أنا ما كتبقاش ديما حامضة سيفغي أنا مثلا كطفل أعطاتني الأم ديالي والأب ديالي خبز بالخميرة البلدية ربما تجيني حامضة ما هي بكتبقاش حامضة علاش لأن لنتم أطفال لكن العديد من الأطفال اللي يولفوا الماداق الحلو مي كتولي في الماداق حلو مع بيسكوي مع حلويات مال كتولي ذاك الماداق الحامض ما كتبقاش تحس به وبالتالي مي كي مبدأ وحنا هذا الخبز بالخميرة البلدية كتجيني حامضة نهر الأول نهر الثاني الثالث وما كتكونش حامضة بزاف وذاك الحمودية ديالي زوينة من موراها بأسبوع صاف ما كتبقاش هذه الحمودية وبالتالي علاش حنا يا كآباء كنطالبوا أبناء أنهم يأخذوا الخبز بالخميرة البلدية لأن الخبز بالخميرة البلدية هي أساس التغذية اللي نعض نحن في المغرب أنت كا طفل وأنتي كا طفلة فتعرفوا لأنكم ميمكن لكم اشتخدوا واحد الوجبة إلى ما كنش الخبز وبالتالي احنا عدنا الخبز كان أخذوها في الفطور كان أخذو الخبز في الغداء كان أخذو الخبز في العشاء وبالتالي هذا أخذ الخبز لكن هذا الخبز لما كانت صحية ستعطينا مشاكل كبيرة في الزف هذا الشيء لأن الأباء والأمهات يحاولون يجتهدون أنهم يأخذوا الخبز بالخميرة البلدية ندوزوا المسألة أخرى هي مسألة المصنعات غالبا الأطفال يقبلون على لغلاس على مشروبات على هذه كان أنا وناشد الأطفال أننا نأخذو ذلك الشيء اللي يحضرنا الأباء ديالنا سواء ما نفضر اللي كتحضر ذلك الوجبات والأب ديالنا اللي كيحضر ذلك الوجبات لأن الوجبات اللي كاتتباء على برها وليكات هذه بالزاف الأمور بالزاف الأحيال بالزاف المرات كيكونوا فيها بعض المواد لمسأل حشل الصحيحة هذه النحن واللي أنتوما باقين صغارين باش يكون العظم ديالكم مزيان باش يكون الجيسم مزيان باش يكون الجيسم راشيق راشيق معناة أنه كيتحرك اللي بغي تتلعب غا تلقى يعني يعني الصحة ديالك باش تلعب ثم كتعرفوا أطفال مي كتتمرضوا مي كتتمرضوا رأما كتبقوا تقدروا تلعبوا ما كتبقوا تقدروا تدلو تشيح حاجة وحنا دبا في العطلة الصيفية مشو عند الأهل مشو عند الأصدقاء أي أطفال إلا وعندهم أصدقاء في العائلة كيبغيوا يتلقوا بهم باش أنكم دوزوا العطلة ديالكم بسلام وهذا شي اللي بغي لن وصلوا الأطفال فسمعوا للآباء ديالكم أنت كطفل أنت كطفلة لما كيهدر معك ببك والأم ديالك والأب ديالك فالصالح ديالك يعني ما كيش واحد كيبغيك في هذا العالم كتر من الأم والأب ديالك وبالتالي مي كيقول لك دير شي حاجة على هالصالح ديالك والمصلحة ديالك فهذا شي لاش أول وحدين غادي نسمعهم إحنا كآباء هما إحنا كأطفال هما الآباء والأمهات ديالنا وبالتالي زائد أن المستقبل نردوا بالنا من ذك شي اللي كنتفرجوا فيه ردوا بالنا من بعض الرسم اللي كنتفرجوا فيها ردوا بالنا من النصائح اللي كيعطونا الآباء ديالنا على الرسم اللي كنتفرجوا فيها إلا بغينا نتفرجوا في الرسم نخليه لأب ديالنا وللأم ديالنا بعض الرسم، كل عديد من الرسم اللي فيها بعض الأمور اللي اليوم تقدر تخلي الأطفال يديروا بعض الأمور اللي هي خيبة يقلدوا مثلاً لأب ديالك والأم ديالك ما يختار لك رسم يختار لك رسم اللي هي هادفة ما شيروسوم اللي كيواليك تاخد الحلوة رسم اللي كيواليك تاخده لا، أعطيك شيء رسم وتفرج فيها لأن فيها حيوانات فيها طبيعة وتفرج مع الأب ديالك ما فهمتشي حاجة هو يشرحها لك ما فهمتش شي حاجة الأم ديالك تشرحها لك مشي أنا تفرج شي حاجة كالراسي ومخبي على الأب ديالي والأم ديالي وكتكل بعض الأمور فهذا شي لاش ذك شي اللي كتفرجوا فيه ذك شي اللي كتكلوه ناقشوا مع الأباء ديالكم مش شي حاجة بغيتوها قولها البابك شي حاجة بغيتوها قولها المامك شي حاجة واقعة لك قولها الأباء ديالكم لأنه هم اللي كيحميوكم ومال اللي كيهتمو بكم تحنا بدورنا أنا براسي كان عندي ولدات صغيرة بحالكم أنا براسي كان أعتبركم أنتم أولداتنا لأن الولدات ديال المجتمع أولدتنا حناية وبالتالي فكرنا فيكم وفكرنا ببرنامج الصحة والسلامة أننا نديروا حلقة خاصة بالأطفال وبالولدات الصغيرة باش نقول لكم باللي خاصكم تصمتوا للأباء والأمهات ديالكم فيما يخص الصحيحة ديالكم شنو تاكلوه كيفاش تاكلوه ونتمنى إن شاء الله والناس راك يعرفوا يعني البرامج اللي كنت كان أقدم أنا شخصيا على صفحة ديالفيسبوك فكان برنامج جميل جدا من البرامج اللي أنا أعتز به اللي سوى اسمته مزرعتي مع عم الحليم يعني كنت سعيد جدا وممكن تلقاوه الأطفال راكينة ممكن أن أكون دخلوا وديروا مزرعتي مع عم الحليم كنت كان أوري فيها الأطفال المزرعة كان أعطيهم معلومات على الحيوانات شنو كي يأكل هذا الحيوان شنو كي يعجبوا يأكل زارونا أطفال في المزرعة اللي كان شرحوا لهم كل الحيتيات ديال الحيوانات كي يشاركونها في الأنشطة كي يعني أنشطة الفلاحة أنشطة تعامل مع الحيوانات مع الأرانيب مع الخيول مع الماعيز مع الدجاج مع الطيور كاملة وهذا شي هذا نور مال من الأطفال هاد شي اللي يخصوا يكون عندهم فاستمتعوا بالعطلة ديالكم إلا مشيتوا رشي بلاصة استمتعوا بها حاولوا تمشيوا البادية حاولوا تمشيوا عند الناس ديال البادية وخدوا الأكل اللي غادي يقول لكم باباكم وماماكم لأنه هو اللي كيبغي لكم هما اللي كيعرفوا المصلحة ديالكم فتحية لكم أطفال الصغار ونتمنى إن شاء الله ونعرفكم أوفية وخليكم أوفية البرنامج الصحة والسلامة فإحنا الهدف ديالنا في هذه الحياة كاملة وأننا نشوفوكم توم كوليداتنا شوفوكم الصحة مزيانة ندوزوا معكم العطلة دابة في أحسن الظروف من أجل بش ما يجي يعني الدخول المدرسي تكونوا في كامل قيوة ديالكم باش ندوزوا سنة دراسية أخرى إن شاء الله فتحية للأطفال وتحية للأباء والأمهات وتلوا في الصحة ديالكم هذه آخر ناصحة لغير مجهة للأطفال مرحبا مشكور جزيلا شكر أستاذ وحنا اللقاء نأكد مزان المتواصل نتوقفوا مع فاصل ونرجع نستقبل مكالمات المسابين لكم مهن